السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة شاهوات إليان اليوم سوف نرى بعض حلوات القرعة لدائرة حالة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاديرها بسيطة و جيد اقتصادية متوفرة في كل بيت وقبل أن نرى الوصفة لا تنسى اشتركوا في القناة وفرجة ممتعة هنا في إيناء قدرت ثلاث حبات بيت رشة ملح ذوق شوكولاتة ثم تقدروا تعوضه بلافاني نزيد عليهم كأس غير باع سكر خشن رح نمزج كامل المكونات بواسط أمبغاميكسر رح نخلطهم ملح تبدل الكولور دياله ويولي الخليط أبيض نوعا ما لعندها تاني بلندر تقدر تاني تستعملوا ورح تجيها الخدمة سهلة كما تقدروا تاني تستعملوا أمباتها المهم انه تخلطوا ملح لمكونات ديالكم بعد ماذا بالسكر وتغير لون الخليط ديالنا رح نزيد عليه كاس ونصف فارينة هنا الفارينة ديالي كنت قربلتها ديجا من قبل وكما هو الفن لازم دائما نهوي والفارينة ديالنا بشجين الحلوة خفيفة وشيشة رح نزيد عليهم زوج مغارف كبار كاكا والبوني مع مغرفة صغيرة خميرة الحلويات وهنا رح نزيد عليهم غرفة صغيرة خل ونزيد نكمل نخلط كامل هذه المكونات مع بعض جيدا وفي الاخير رح نزيد عليها نصف كسمة الكاس اللي يلتبه هو الكأس تعمية وعشرين مليلتر هنا ممكن تعوضوا الماء بالحليب نزيد نخلط هكذا بهذا الطريقة حتى يندمجه كامل هنا الخليط ديال نراه وجد معنا هذا هو القوامل اللي لازم نتحصل عليه وإذا جاكم شوية ثقيل تقدروا تزيد عليها شوية ماء ولا شوية حليب والآن رح نفرغ الخليط ديالي في قرعة أنا هنا استعملت القرعة على مايونيز انتم ما استعملوا أي قرعة عندكم في الدار المهم أن نثق بديالها يكون صغير كما تقدروا تاني تجيبوا قرعة تعلمة ثقبوها في الوسط رح تجيكم الخدمة بها تاني سهلا هاي لك القرعة ديالي بعد ما عمرتها رحكم تشوفوا الثقب ديالها كيفش جاي جاي موين يعني مرح جيني الخدمة بها صعيبة رح نبدأ نطيب الحلوة ديالي هنا بارتمقل على نار قليلة ورح نبدأ نفرغ الخليط ديالي هكذا بهذا الطريقة نحاول نديرهم كامل بنفس الحجم وبينسيغ لازم نخلوا اسباس بيناتهم لأنه رح يتضاعف الحجم ديالهم رح نخليهم يطيبوا على مرضهم حتى يشربوا ويبانوا هدوك الفقاعات من فوق هنا رح نقلبهم هكذا بهذا الطريقة على الجهة الأخرى وما لازمش نحركوهم حتى يشدوا رحهم يعني هاد الحلوة توجدوها به به مليخها للقهوة تديروها تم تم توجد نكمل كامل الحبات ديالي بنفس الطريقة ونتلاقوه ها هي الحلوة ديالي بعد ما طابت كامل الان رح نلسقها حبا مع حبا شوكوراتة الطلي هنا تقدروا تلسقوهم تاني بلا كونفيت يغرى لاشونتية إذا كانت متوفرة عندكم في الدار يعني كل واحد ولقو ديالو رح نلسقهم كامل هكذا بهذا الطريقة نحاول نعمرهم مليح لداخل ونغلقها بالحبة الأخرى ونضغط عليها مليح بش توصل الشوكورات لكامل أطراف وهنا رح نقلاسيها ذوبت ميتين جرام الشوكورات في حمام مائي وزيت عليهم غرفة صغيرة زيتها هذه ونبدأ نغلف الحلوة ديالي بهذا الطريقة كما رحكم تشوفوا في الصورة نحطهم هكذا ونخليهم ينشفوا مليح بش زيينهم بالفوق إذا نكملهم كامل بنفس الطريقة ونجلقوا بش نكملوا التزيين ديالهم رح نبدأ نزيين في الحبات ديالي در تهناشق ولا فلابوش ورح ندير لهم خطوط من الفوق بهذا الطريقة كما رحكم تشوفوا ورح نزيينهم كامل بشوية عقش من الفوق إذا نرح نكملهم كامل بنفس الطريقة ونتلاقوا بعد ما نوجدتهم في سحن التقديم هذا هو الشكل النهائي الحلوة ديالنا بعد ما وجدتها كامل جدت بزاف شباب وكما العادة رح نقطعها لكم باش شوفوا شكل النهائي ديالها كيفاش جاء شوفوا القوام ديالها كيفاش جاء قطعت معايا بكل سهولة جدت بزاف طريقة البنة ديالها ما نحكي لكم شعليها شهي وصلنا لنهاية الفيديو تا اليوم نتمنى تكون وصفة اليوم نالت إعجابكم وإذا عجبتكم ما تنسوناش بجامو واشتراك للقناة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى الملتقى إن شاء الله مع السلامة شكرا